من القاهرة ينضم إلينا طاهر المعتصم الكاتب والباحث السياسي سيد طاهر يعني هناك الكثير من بين السطور في تصريحات الفريق البرهاني يعني دلالة هذه التصريحات أولا فيما يتعلق بأن السودان يتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخه مساء الخير عليك سيدتي وعلى المشاهدين الكرام ابتداء الخطاب هو يعتبر الأول منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل أي بعد أربع شهور خطاب متكامل يوجه إلى الشعب السوداني كان للفريق أول عبد الفتاح البرهان ظهور عدة مرات وسط جنوده وحديث لجنوده ولكن مخاطر الشعب برؤية وبوعود متكاملة نحو وعود بينها بأن هذه الحرب والانتصار قريب وأن ما بعد الحرب سيشهد تحول ديمقراطي وجيش واحد نفس المطالب التي يطالب بها الناس أرسل رسائل واضحة في بريد العديد من المختلفين سواء القوى السياسية سواء الشعب السوداني سواء حتى الدول الصديقة والشغيقة فيما يتعلق بالحديث عن إجراء انتخابات أو تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات هل تعني استمرار الحرب وإنهاء مسألة التفاوض أم أنه قادر على إنهاء هذه الحرب وبالتالي تهيئة الأجواء الحديث عن الانتخابات هو رسالة مهمة في تقديره للقوى المدنية المطالبة بانتقال مدني ديمقراطي يحاول أن يضع رسائل في بريدها أن القوات المسلحة السودانية هي مع الانتقال الديمقراطي ومع الانتخابات وليس مع الجلوز على الكرسي أبدا الآبدين بالتالي أنا أعتقد أن هي رسالة فحواها أن الجيش السوداني قادر على استعادة زمام الأمر وأيضا لم يقفل الباب أمام التفاوض في تقديره عندما أرسل رسائل إلى دول الجوار طيب اجتماع الثيوبيا هو مسار سياسي هل ترى أنه قادر على قيادة البلاد بالفعل إلى هذا المسار والحديث عن اتفاق إطاري سوداني أو إحياء هذا الاتفاق في تقدير أن هذا الاجتماع مهم جدا الصوت المختفي هو الصوت المدني منذ اندلاع هذه الحرب لا يسمع السودانيين إلا ضرب النار والرصاص وغيرها ليس هناك صوت مدني ظهر ليقدم للناس رؤية للمساعدات الإنسانية والإقاسة في ظل تغاصر الحكومة الموجودة نفسها في السودان عن الغيام بواجبات تجاه مواطنيها في مزألة المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها أنا أعتقد أن اجتماع أديس أبابا اجتماع مهم وله ما بعده بحسب بعض المعلومات التي وردتنا أن القوى المواقعة على الاتفاق الإطاري ترغب في وضع رؤية لمزألة المساعدات الإنسانية والإقاسة والعادة التعمير وما بعد الحرب وحسب المعلومات التي وردتني أيضا أن هذا الاجتماع سيقوم بعده اجتماع مع قوة لم تكن موجودة في هذا الاتفاق سابقا لمحاولة ضمها ومساهمتها في تقديم رؤية لبناء جبهة مدنية واسعة تسهم في وقف الحرب وتسهم في إحلال السلام في السودان إحلال السلام هل تم الحديث أيضا عن عملية تفاوضية أو هل يمكن التعويل على أن يفضي هذا الاجتماع إلى عملية تفاوضية بين الطرفين أم كيف سيكون شكل الإنهاء بحسب بعض ما ورد من قبل المجتمعين في أدس أبابا أنهم يغفون خلف ممبر جدة الذي طرعاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والذي غطع شوطن في التفاوض غير المباشر ما بين الجيش السوداني وما بين غوات الدعم السريع في عديد الغضايا حتى تبقى بعض الغضايا الخلافية التي يمكن للميسرين أن يصنعوا حولها اتفاق وأيضا تسمين لكل جهود دول الجوار الدول الصديقة والشغيرة سواء اجتماع رؤساء دول الجوار الذي انعقد في 13 يوليو في الغاهرة ووزراء الخارجية الدول الجوار في أنجمينة قبل أسبوع وأيضا الاتحاد الأفريقي الاجتماع يهتم جدا بآليات منبر جدة والوصول لإحلال سلام ووقف الحرب إذن من القاهرة طاهر المعتصم الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك